بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة من ذكريات فرمضان اليوم سأكلمكم بعيد عن القرى من المواقف التي قبلتني الكوميدية في مجال القرى نحن في اجازة اخر الموسم بالنسبة لنا ومزلنا أسرتين انا وكبتين خشبة واسرته فجال التلفون اللي فيه برنامج تلفزيوني من قناة اسبانية بتعمل حاجة هنا بناس كويسة فانا اكبرت بماغي قلت لقنا مش هروح وانا قعد في النادي وهاب واحد ما تقعدين ولادي بيلعبه واطفال فقلت لقنا مش هروح دي التلفون جايلي تاني من معدين ومن مطوع برامج في نفس اليوم يعني هما عايزيني مش مثلا يتقضوني مثلا قبلها بيوم ولا باتنين عشان افهم لا فالك بنتصل بها الكابتن وقال لي صلاح الدين زميلي وبيقول لي برنامج حلو وظريف وجميل وفيه تيك التيران لأسبانيا مغراض عشان انت تروح المهم خدت نفسي وامت رايح على قتل من قتلات اللي في القاهرة اللي جايلي برنامج محمول بهناك قلت هقابل وليد صلاح الدين لناك في الريسيبشن اتكلم معاه شوك الدين يا مرشة ازاي عجبني الموضوع عجبني ما عجبنيش اخد نفسه امشي فلقيت وليد منتصر اللي هو يقابلني شوية قال له الله عكبت نتفضل نجازين للتصوير وقلت له فين وليد صلاح عشان اتكلم معاه قلت اوليد مشي وقلت ميش ازاي انا ميش خلاص وخلاص حلقته ومشي فلقيت فوق دور الثمانتاشر انا مش نساوي دور الثمانتاشر ماشي في الطرقة اليد اتنين بودو جردان طوار والطرقة صغيرة وانا حاوز احدي عشان اروح اصور في السويت اللي هم عامنين في البرنامج لسه داخل اليد اتنين قاموا انت معادي بجنبي كده عشان ما اتكلمش معادي فيه وانا ببصولهم ورا كده حاطين خشب قدامي وانت واقع على وشي فطبعا وقعت قمت قايم وقلت ايه الناس اللي متهرج بيه وانا حد قال انا مير داخلت السويت لقيت كاميرات محطوطة بدات اجا اتكلم مع الناس اللي قاعدة التصوير يا جماعة ومش عارف ايه فا اه اتلقت قال ايه ام اقتب السويت اتكلمت مع الناس المسكين اللي قاعدين على الكاميرات عشان هيصوروا فا اتكلم معاهم واخو اللي قادي معهم ما حدش بتكلم معايا فا ايه يا جماعة اه اقول له احنا ممنوع نتكلم احنا تصوير بس فا ايه يا جماعة فين اللي هيسجل معايا عشان اه اتوقع اللانش ايه ايه المهم فا اقيت واحد داخلي بعد ما اتكلمت مع الناس اللي كانت قاعدينهم مردوش عليها اقيت واحد داخلي اصمر البشرة الصمراء فا انا استغربت ده مش ازباني ده ابدا ازبانة اللي ابيض عند خضرة لكن لا ازباني اصمر فا انا قلت ده مقلب معمول فيه اول ما عرفت لده مقلب قلت لازم اكمل ما انفعشي خلاص انا جيت واعمل حلقة انا قاعد انا بقى محتار مين ده بيسأل اسئلة بيتكلم بالاسباني بس مكتوبانه بالعربي عشان يعرف يوصل للرسالة كل ده تركيزي ده مش واحد اسباني اللي بيسأل ده والشكل اللي قدامي ده مش اسباني كل تركيزي ده مين انا قاعد اقول ده ممكن يكون كابت ابدا يوسف المهم ما خلصت الحلقة فقلت له على فكرة انا مكنتش مركز معاك في الاسئلة اللي انت سألتها كلها خالص كل تركيزي معاك في الحلقة كلها انا عايزك خليك تكمل الحلقة بس انت مش اسباني قال له طيب يا فكت ناثر انت بتقول انا مين قلت له انا شاكك اللي كابتن ابراهيم يوسف رحمة الله عليه قل لي لا قلت له انت الفنان طلعت زين رحمة الله عليه اه وده كانت من مواقف اللي قابلتني الغريبة في حياتي اه كل كل منتظروا الاغراءات اللي هي تهلي جاتلي تكتك التغيران واسبانيا مش عارب ايه فكل ده برضو من مواقف اللي هي قابلتني الكوميدية اللي الواحدة بينساهاش عبيت اللي انا اوصل لكو عشان تستمتعوا مش كل حاجة تبقى كواليس كورة لازم فيه كواليس اللي عدت بكورة الكوميدية كلسان طيبين ورمضان كريم